أكد وزير المالية أحمد كوجك أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير وتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالتاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية وفي لقاء مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى لفت كوجك إلى أن المنظومة الضربية ستشهد تطويرا شاملا سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضربية للإسهم في تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة